حاملين ما تبقى من ممتلكات فرين بأرواحهم وكرامتهم كما يقولون ينزح من تبقى من السوريين داخل الحدود وفي المناطق المستهدفة من النظام وروسيا من منطقة إلى أخرى بحثا عن فرصة جديدة للعيش بين المصارف هاي العيشة بعد ما كنا أهل أرزاق وأراضي وهكتارات من الأراضي وبناء وفلال تركناها لألول لأنه هاي الغالي عليه نحن جبنا الغالي علينا هجرنا قصرا بالغالي علينا ديننا وعرضنا وكرامتنا تركنا له ما تبقى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال إنه وثق نزوح أكثر من 23 ألف شخص داخل سوريا خلال شهر أيلول الماضي معظمهم في مناطق شمال غرب سوريا معظم النازحين اختاروا التوجه نحو المدن مع اقتراب فصل الشتاء فيما بقي من عجز منهم عن دفع إجارات البيوت في المخيمات بحسب إحصائيات المكتب الأممي روسيا المتسببة الأولى بتهجير السوريين من بيوتهم الدافئة قالت إن اجتماع أستانا بشأن سوريا سيناقش تحسين الوضع الإنساني بما في ذلك تمويل مشاريع الإنعاش المبكر للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وهنا لا بد من التأكيد أن المقصود هي مناطق سيطرة النظام بينما يقول رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن تركيا تسعى لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا تقدم ألمانيا عشرة ملايين يورو إضافية لللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا للقيام بأنشطة المساعدة والحماية والوقاية والتعاون وهي مساعدة من جملة مساعدات دولية تقول الدول المانحة إنها في سبيل تأمين حياة أفضل للسوريين رغم الإعلان عن تقديم مساعدات بشكل مستمر يستمر النازحون بتوجيه نداءات استغاثة كان آخرها ما خرج من مخيم الحتاش بريف الرق الشمالي الذي طالب ساكنه بتقديم العون لهم مع قدوم فص شتاء وعلى صعيد آخر يحث فريق منسق استجابة سوريا على تقديم العون في سبيل مواجهة مرض الكوليرا نداءات مستمرة وواقع يزداد سوءا ولا حلا سياسيا يلوح في الأفق ينهي سيطرة النظام على الحكم ليعود هؤلاء النازحون إلى بيوتهم الدافئة